المأساة الخامسة بدون عنوان لأنني والله احترت ماذا أقول وكيف أعنونها فاختاري أنت بعد سماعها عنوانا ولك الخيار اتصلك علي تعرض مشكلتها قالت كانت لي علاقة مع شاب كان من ثمراتها أني وقعت في الحرام مرات ومرات لكنني بعد حج هذا العام تبت وندمت وأقلعت عن الذنب فبماذا تنصحني قلت أصدقي في التوبة واسأل الله في الثبات فانفجرت باكية وهي تقول والله إني صادقة انفجرت باكية وهي تقول والله إني صادقة لقد أحرقت المعاصي قلبي وأجرت دمعي حارا على وجهي فهدأتها وقلت أبشري بالخير فرحمة الرحمن واسعة وإنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم أهتد قالت بقيت مشكلة أعاني منها قلت ما هي قالت لازال يتصل بي من حين إلى حين أو يرسل إلي رسائل في الجوال مع العلم أنه هو أيضا قد خلح حاله وتبدلت أوضاعه فقلت من هدف إذن من الاتصال والإرسال هذا باب من أبواب الشيطان ولا بد عن يغلق فإن الله قد قال ولا تتبعوا فطوات الشيطان إن كان صادقا ويريد تصحيح ما كان فليطرق البيت من بابه قالت إنه يستمع لأشريطتك ويتابع أخبارك قلت أعطيني رقم هاتفه وسأتصل عليه اتصلت عليه وعرفته بنفسي ففرح واستر فقلت له اتصلت علي فتاة يهمها أمرك وتريد لك الخير لقد قالت لقد كنت أنت وإياها على علاقة محرمة ثم من الله عليكما بالتوبة والهداية فاحمد الله على ذلك ثم قلت لكن بقي أمر قال ما هو قلت أمر الرسائل والاتصال إن كنت صادقا تريد أن تصحيح ما مضى فاطرق البيت من بابه كما قال الله وأتوا البيوت من أبوابها وإلا فاقطع ذلك وأغلق باب الشيطان فوعدني خيرا دارت الأيام ومضت الليالي ثم اتصلت علي الفتاة مرة أخرى فسألتها عن أخبارها وحالها فقالت على أحسن حال ثم سألتها عن فلان فقالت لقد انقطعت الرسائل تماما وانقطع الاتصال لكن ثم سكت وطال سكوتها فقلت ما بك قالت هناك أمر لا بد أن تعرفه فكيف أستحي منك وأنا لم أستحي من الله قلت ما هو قالت لم أقل لك إني متزوجة قالت لم أقل لك إني متزوجة وعندي ثلاثة أطفال فصعقت أنا وتلعلمت ولم أستطع الكلام صاحفي داخلي صائح ونادى مناد يا الله ألي هذه الدرجة وصل بنا الضياع والانخلال حبست دموعي أثن على واقع المسلمين قالت باكية بما لا تتكلم أعلم أن جرمي عظيم ولكني تائمة والله يحب التوهبين ووالله إني نادمة ومضيحة بباب رب العالمين تمالكت نفسي وقلت والأطفال أطفال من فقالت أقسم بالله العظيم إنهم أبناء أبيهم وأنا متأكدة من ذلك فقلت هل عرفت الآن لماذا كانت زنا من أشمع الجرائم وأقبحها به تنتهك الأعراض وتختلط الأحساب والأنساب لذلك قال الله ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل فالله تبع عليه أبشع العقوبات الرجل حتى الموت وبدأ بالزانية قبل الثاني فقال والزانية والزاني فبدأ بها لأنها لو لم تمكن من نفسها لما حدثت هذه الجريمة فبكت حتى قطعت قلبي من بكائها تقول أشعر كلما رأيت زوجي أني مجرمة وأني حقيرة ودائما أردد على مسامعه سامعني واعف عني وهو لا يدري لماذا أقول له هذا بل فكرت مرات ومرات أني أصالحه فقلت أستري على نفسك فمن سترك على نفسها سترى الله عليها ولكن أستقي مع الله بالتوبة فزاد بكاؤها شعرت حينها أنها صادقة شعرت حينها أنها صادقة في توبتها أحسبها والله حسيبها وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون شعرت حينها